نقف مشاهدين بالتحليل والنقاش حول واقع وأفاق العلاقات الجزائرية الصينية على ضوء رغبة بيكين في إقامة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين لتوسيع التعاون وتعميقه وفتح أفاق أوسع ومعنا عبر تقنية السكاب من العاصمة الصينية بيكين عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط نادر رونغ هوان أهلا بك سيد نادر وشكرا لتوجدك معنا في هذه الساعات الإخبارية بداية كيف نقرأ هذا التوجه وهذه الرغبة الصينية في إقامة شراكة استراتيجية شاملة بين الصين والجزائر وألا تعتقد أنها تأخرت نوعا ما في ظل ربما ما يجمع البلدين من تعاون وشراكة في مجالات متعددة تعود لسنوات ماضية أهلا ومرحبا بكم هذا العام يصادف الذكرى العاشر لإقامة العلاقات شراكة استراتيجية الشاملة بين الصين والجزائر وكما أكد رئيس الصيني الصين تريد أن تنتهي هذه فرصة لتعميق تعاون مع الجزائر ولي زيادة ثقة سياسية متبادلة بين الجانبين وتعميق تعاون الفائل بين البلدين في شات المجالات وكذلك خلق مستقبل وعدة لتطور العلاقات السينية الجزائرية ألا تعتقد أنها ربما تأخرت نوعا ما في ظل ربما الروابط التاريخية والتعاون على مدار السنوات الماضية بين الجزائر والصين في مجالات متعددة يعني طبعا هذه العلاقات الشراكة يعني لن تتأخر أبدا في ظل التطور السريع للشراكة بين البلدين فهناك صداقة تقليدية بين السين والجزائر وكذلك هناك أيضا في البال مع دخول العقد الجديد وكذلك هناك شراكة استراتيجية شراكة واسعة بين السين والجزائر فهناك أولا التواصل التبادل التجاري بين البلدين وكذلك التواصل كذلك الحجم التبادل التجاري وكذلك الجزائر تتبر أكبر دولة في المنطقة لمشاريع بنية تحتية في الصين ومشاريع المقاولات في الصينية وكذلك هناك التطور في المجالات الصناعة الغير تقليدية مثل التنمية الخضراء وكذلك الاقتصاد الرقمي وكذلك فيما يتعلق بالصناعة التكنولوجيا المتقدمة فالصين وجزائر تتعاونان في هذه المجالات لرفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى مستوى جديد سيد نادر هل تعتقد أن هذه المجالات الجديدة التي تتحدث عنها ربما تتوافق والتوجهات الاقتصادية والتكنولوجيا العالمية وتحقق ربما تطلعات البلدين في إقامة هذه الشراكة خاصة في ظل ربما تنوع الأسواق العالمية وتزايد المتنافسين على المستوى العالم طبعا نعم هناك التكامل مزايا اقتصادية متكاملة لدى الصين وجزائر وإن التعاون بين البلدين يمكن أن يكلمل بعض البعض في مجالات الجديدة الصعيدة فإن التعاون بين البلدين في هذه المجالات أيضا ستعزز التنمية المشتركة لدى البلدين وكذلك يتوافقان على اتجاه التيار العصر وكذلك البناء المجتمع مصر المشتركة الصين وجزائر نحو المستقبل طيب بعيدا عن هذه الشركات الاستراتيجية وربما في ظل توطرات الجيوسياسية العالمية الحالية ما هي نقاط التلاقي بين الجزائر وبكين اليوم وأي ملفات أو أهزمات يمكن للبلدين أن يساهم في حلها أو حتى تخفيف منها هناك تشابه في المواقف بين البلدين سياسيا أولا هناك الرؤية والمواقف متشابهة وهناك دعم السياسي المتبادل لصين وجزائر وكذلك التنسيق والتعاون داخل المنظمات الدولية والإقليمية فالصين وجزائر تدافع عن الحقوق والتطور الدوليئنامية في العالم وكذلك تدفع العلاقات الدولية نحو أكثر تعدودية وكذلك أكثر إنصافة وعدالة وكذلك الصين وجزائر تعملان على الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وكذلك على الدفع والتمية المشتركة ورفع مستوى المعيشة لشعوبها وكذلك هذه النقاط المشتركة لدى الجانبين يمكن أيضا أن يساهم في التدام لدول النامية وكذلك رفع صوت دول النامية في الساحة الدولية طيب في ذلك هذه التحديات العالمية سواء ما تعلق بربما التطورات الجيوسياسية كذلك نتحدث عن المتغيرات حتى الاقتصادية ما هي ربما التحديات التي من الممكن أن تواجهها الجزائر وبيكين وهما في طريقهما نحو تجسيد هذه الاستراتيجية الشاملة المعمق نعم هذا يمكن أن نرى هناك العالم أيضا يشهد عدم الاستقرار وكذلك بعض الدول تريد الحماية التجارية وكذلك فاكل ارتباط وكذلك هناك المخاطر عن حدوث الحرب الباردة أو مواجهات بين المجموعات من الدول ومجموعات أخرى من الدول فهذه التحديات يجب على الدول النامية وكذلك الدول التي لديها ثقل في المنطبع العالم تدامن وتعاون معا لمواجهة هذه التحديات وتغلب على الصعوبات فمثلا أيضا بسبب أيضا الحوام المنافسة الجيوسياسية وكذلك التباط نمو الاقتصادي العالم فهناك حقا تواجه الدول العالم الصعوبات في النمو الاقتصادي وكذلك خطر الاندلاو السرعات إقليميا فإن التعاون الصيني وجزائر وتعاون بين الدول النامية سيكون بإدفاء الطاقة الإيجابية لهذا العالم الذي يشهد التغيرات لماثلة لهم منذ مئة عام عضو مجلس الإدارة للجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط نادر رونجا هوان شكرا لتوجدك معنا في هذه الصعبة الإخبارية وشكرا على كل المعلومات والمعطيات التي قدمتها شكرا شكرا لكم